قال الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 146 بدأت لاثنين في تنفيذ ما وصفها بأنها عمليات برية محدودة ومحددة الأهداف ضد أهداف وبناء تحتية لحزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان كما أعلن الجيش الإسرائيلي استدعى فرقة عسكرية إضافية للانضمام إلى العملية البرية جنوب لبنان وأوضح أن الفرقة 146 بدأت بتنفيذ عمليات محددة ضد أهداف وبناء تحتية لحزب الله جنوب لبنان استكمالا لسياسة لاغتيالات السياسية والاستراتيجية التي تمارسها إسرائيل في الفترة الأخيرة أعلنت قوات الاحتلال في بيان أنها قتلت سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله في ضربة استهدفت أحدى مناطق العاصمة اللبنانية بيروت بيان عسكري إسرائيلية أشر إلى أن منظومة الأركان تعد وحدة لوجستية تابعة لحزب الله وتهتم بالميزانيات كما تضم المنظومة وحدة التحليل والتطوير وهي وحدة معنية بتصنيع الصواريخ الموجهة بدقة بالتزام لا تزال الغارات الإسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية بعد انذارات جديدة بالإخلاء أصدرتها قوات الاحتلال إسرائيل صعدت أيضا غاراتها الجوية في لبنان ضد أهداف لحزب الله في الأسبوعين الماضيين وصولا إلى شن عمليات برية في جنوب البلاد وفي المقابل كان حزب الله قد أعلن استهداف قاعدة تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب ردا على استهداف المدنيين والمجازر التي ترتكبها إسرائيل التصعيد الإسرائيلي يبدو أنه لن ينتهي قريبا حيث تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة القتال حتى تحقيق أهداف العمليات العسكرية التي اندلعت في قطاع غزة وامتدت إلى لبنان